بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الزوجة كانت تعيش مع زوجها في حياة سعيدة وفي استمتاع وفي أمان وفي سكينة وربنا رزقهم بطفلين وفجأة انقلب كل شيء وتغير كل شيء فأصبح الزوج يعاملها بقسوة وينهرها ويضربها حال تغير التغير المفاجئة لا تعرف لماذا وكلما تكلمت معه زجرها ونهرها وضربها وهي كانت إنسانة صالحة كانت تتوجه الله صلى الله عليه وسلم بالدعاء والاستغفار ولكن لم تحل المشكلة وذات مرة تكلمت مع صديقة الله فقالت ربما يكون هذا مسحور أو تعرض لسحر فقالت لها عليك بصلاة الليل والدعاء وسورة البقرة اقرأ سورة البقرة كثيرا لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة استمرت على ذلك وللأسف المشكلة لم تحل وذات مرة كانت تجلس مع أخواتها وأبيها وأمها بعد أن ضربها ونهرها وزجرها وخرج من البيت بحالة صعبة جدا الحقيقة فجلسوا مجلس جميل كده يقرؤون القرآن ويتلون كتاب الله والحقيقة طبعا المجالس لما تجتمع عن القرآن بتكون فعليتها أكثر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيما عنده بعض الفقهاء قالوا ليس في المساجد فقط ممكن في البيوت أو في أماكن التحفيز لما تقرأ القرآن بشكل جماعي بيكون في بركة أكثر فبينما هم يقرؤون استمعوا صوتا غريبا وانفجار شديد هم تصوروا أن انفجار حدث بالمطبخ ذهبوا إلى المطبخ فلم يجد شيء فعندما ذهبوا إلى حديقة المنزل وجدوا بلاطة منفجرة ومكسورة من مكانها وهذا شيء غريب جدا لهي ولما ذهبوا إلى هذا المكان وجدوا زي ما يكون كده عمل من أعمال السحر مكتوب كان تحت البلاطة أخذوا هذا العمل أحد الشيوخ أمرهم أن يحرقها وحرقت إحنا لنا وقفة عند هذه القصة الحية هو طبعا السحر موجود طبعا والنبي صلى الله عليه وسلم سحر ولا ينكر الإنسان ذلك والإنسان كي يحمي نفسه ينبغي أن يكون له ورد من الأذكار يكون له حصة يومية من ذكر الله سبحانه وتعالى وينبغي أن يحون حريصا على تلاوة القرآن الكريم أن أذكار الصباح والمساء من أهم الأشياء التي ينبغي أن يحافظ الإنسان عليها لأنها تقل الإنسان شر الحسن والحقدي والسحري وكل الأضرار والحياء النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على الأذكار الصباح والمساء هي لم تأخذ منك أكثر من ربع ساعة وإن لم تستطيع أو إنتسع وقتك أن تحافظ عليها طب اقرأ القرآن الأذكار عبارة عن إيه تبدأ بقرآن وهي أعظم وأهم آيات في القرآن كله في البداية في داية الأذكار ثم عن ذلك أدعية مهمة جدا اللي هما قل هو الله أحد ثلاث مرات والمعوذتين وآية الكرسي وخواتيم البقرة ثم يقول دعاء عوز بكلمات الله التعمية بشر مخلق ثلاث مرات أو باسم الله الذي لا يضر مع اسمه الشام في الأرض والا في السماء ثلاث مرات هذا يقيق كل شيء كل شر وكان النبي صلى الله عليه وسلم اسمع بقى دا النبي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الذي حفظه الله بلعياته وكرمه وأمنه وأمانه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوز من الجاني وعين الإنسان حتى نزل قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس فكان يتعوز بهما دون غيرهما الأمر الثاني الإنسان ينبغي أن ينظف علاقاته الحقيقة بعض الناس بيقى في نفسها الحقد والحسد والغيرة وبيتمنى زوال الخير للناس بأي طريقة فيها يذهبوا إلى السحر وإلى أي ضرر وهذا الإنسان لازم يكون لبيب أنه هو يحسن علاقاته مع الناس هذه الفئة المريضة نفسيا الحقيقة أضرارها ومشاكلها كتير الإنسان لابد أن يكون عنده فراسة في تخير الصداقة فبعض الناس بيتمنم زوال الخير للناس بيتلاقي ذلك في ملامح وشه في ردود أفعاله في تصرفاته في سلوكياته وتجد أنه من خصائصي أنه دائما غير راضي يبقى الإنسان يحسن اختياره لأصدقاءه أو الفئة المحيطة به والإنسان أيضا يحسن علاقته مع الناس لأن الحقيقة هذه الحقائد والأضغان بتأتي من سوء العلاقة إنسان يتكلم مع الناس بطريقة جميلة ويقدم الخير للناس ويقدم المعروف لأن الحقيقة ممكن كلمة سيئة يقدمها الإنسان للغير فتؤدي إلى حق وإلى ضغينة فالإنسان يقدم الخير للناس ويختار الصحبة الصالحة ويكونوا محافظا على أذكار الصباح والمساء والتلوات القرآن والتقرب لله والبعد عن المعاصي مسألة في غير الخطورة لأن المعاصي العزب الله بتكون منبت للشيطان ونماء للشيطان كل ذلك يقل إنسان شر الحسد والشر إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر